وصل الأمر إلى اعتبار الدقات العشائرية لقوامات إلى جرائم إرهاب لكن كنتيجة على أرض الواقع لا يوجد لماذا برأيك؟ تحية طيبة لك أستاذ محمد تحية لمشاهدي قناة معك عبد الرحمن النجام للأسف ما يجل أستاذ عبد الرحمن الله يحفظك إن شاء الله للأسف أصبحت هذه ظاهرة والظاهرة تختلف عن الحالة الظاهرة بكثرتها أولا اثنيا بتيسر السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل في هكذا عمليات وبمتناول أيدي الصغار والكبار والجميع عكس الماضي عندما كان السلاح قليل أولا اثنيا كانت هناك عقوبات رادعة جدا الثالثة هو تنظيم قانون حيازة وحمل السلاح كلما كانت الدولة قوية وكلما كان القانون فوق الجميع وكلما كانت الشرطة تقوم بواجباتها دون أي خوف من المطالبات العشائرية أو غيرها كلما استطعنا من حق اندماء شبابنا وناسنا الذين يتعرضون إلى الرمل العشوائي لأتفه الأمور سواء الفوز بلعبة كرة قدم أو مجيح حاج أو وصلت إلى الطهور والختان والأعراس ناهيك عن الفواتح والجنائز هذا السلاح المنفلت إذا لم يتم السيطرة عليه أيضا هذا يشجع العصابات والميليشيات المنفلتة بأنها تسبب خطر قائم دائما على المواطنين يجب أن تكون الدولة قوية في عمليات التفتيش المستمر للمناطق والبساتين والحقول وباستخدام أجهزة الكشف عن الأسلحة والمتفجرات أيضا الألزام المخاتير المختار والشرطة المحلية أيضا في الحي والناحية والقضاء للقيام بواجباتهم اعتماد المنهج الاستخباري وذلك بتجديد الناس كمصادر لهذا السلاح وخصوصا السلاح المتوسط والثقيل يا سيد العزيز أنا أحد المناسبات رأيتها أيضا على شاشتكم الرمي بصاروخ قاذفار بيجي سفن بالهواء هذا الاستهتار بأرواح المواطنين الاستهتار بالقانون وعدم تطبيقه والاستخفاف سيكون مردودة سلبي على المواطن أولا وعلى الحكومة بفرض سيطرتها وإيمنتها على الشارع في منطقة من المناطق مثلا وفي التقرير الذي عرضناه قبل قليل على الشاشة ربما تابعت يسأل أحد شيوخ العشائر أو المواطنين من قبل مراسلنا لماذا لم يتم تطويق القضية بعد أن وقع الطفل ضحية أو الفتى ضحية للإطلاقات النارية يقول الشرطي قال أننا لم يتم توجيه أمر لنا ما الذي يصعب القيام بإجراء أمني برأيك وإلقاء القبض على الجنات مثلا أو معرفة السبب الذي أدى إلى هذا العمل أستاذ عبد الرحمن ضعف القانون القانون لا يعطي قوته وزخمه ويحمي الناس المنفذين لهذا للقانون مثل الشرطة والجيش تصور جنابك لو ادخل أي واحد من هؤلاء الشرطة لا طورد عشائريا وجيب عمامك وودي خوالك وهذه الدية وهذه العطوة وكثير من الشرطة خصوصا المحلية عندما ينفذون هاي القوانين تندار عليهم الأمور ويصبحون هما في السجن لم يعد الشرطي قبل كانت سيارة نجدة أو شرطة واحدة تقوم بواجب ما يعادل الآن لواء كامل من الشرطة السبب بقوة القانون قبل فترة حتى من صار تعرض على العسكريين في كيركوك الضابط المصاب يناشد حمايته لا تردون لا تردون إلي شخصيا قال لو كنا ردينا وجرح مواطن لابتلينا على أعمارنا الحلقة الضعيفة لدينا الآن هو الشرطي والجند الذي ينفذ القانون أنا عندي ثقة كبيرة بوزارة الداخلية الآن بخطواتها وكذلك الحكومة الحالية لكن التراكم لمسافة عشرين سنة هذا أرث ثقيل أنا أعيد وأكرر على عملية تجنيد المصادر على عملية تحميل مختار المنطقة المسؤولية على تزويد الشرطة وفرق التفتيش بأجهزة تكشف عن الأسلحة والمتفجرات تكون حديثة البعض طرح إجراء آخر لإستخدار أو لأخذ الأسلحة وجمعها من المواطنين خاصة تلك التي لم ترخص أو حتى التي هي مرخصة قطعتين أو ثلاثة أسلحة في منزل واحد كثيرة كأنها في حرب وليس في منطقة آمنة ما رأيك بإجراء سحب هذه الأسلحة عن طريق بيعها للدولة؟ حصل في سنة من السنين إجراء جيد هذا أيضا للسيطرة وإجراء آخر يكون بتطبيق قانون الحيازة والحمل ونحن بلد كنا من أحسن البلدان في هذا الجانب بهذا تنظيم القانون هذا القانون هناك فرق بين الحيازة والحمل أستاذ عبد الرحمن الحيازة فقط يكون داخل البيت إذا عبر سياج البيت يعتبر سلاح منفلد الحيازة والحمل تعطى هذه لكن لأسباب لأن يكون طبيب أو يكون صاحب صيرفة أو محل صاغ الذهب إلى آخر أن الآن المواطن إذا لم يشعر بأن الدولة تستطيع حمايته في تنقلاته أو في بيته أو كذا من الإمكان إقرار هذا القانون القانون كان يقول فقط لعمرة 18 سنة أيضا القانون يقول السلاح الذي يركب عليه كاتم هذا لا تعطى له إجازة هذا السلاح يكون مسجل عند المختار وعند مركز الشرطة في المنطقة وأي جريمة تحدث بهذا السلاح بأي مكان يستطيعون الوصول إليه بسهولة أيضا هذه الهويات تجدد كل سنة ويتم البحث والتفتيش عن هذا السلاح عندما يكون المواطن حائز وحامل لهذا السلاح بصيغة رسمية يجعله يتأكد بأن استخدامه بالموضع الخطأ ممكن أن يسبب له مشكلة إذن نحن أمام قوة الدولة قوة القانون نشر المفارز للشرطة المحلية بدون ما يكونون متواجدين في مراكز الشرطة نشرهم وخصوصا في أيام المناسبات أو في حالات الدقات العشائرية أو النزاعات العشائرية يا أخي في تقريركم وعدة مرات هذه الأحادية التي كانت ترمي تدري يا أستاذ عبد الرحمن هاي مداها بشكل مباشر 11 كيلو وبشكل غير مباشر تصل إلى 10 كيلو 10 كيلو وترمى من مسافات قريبة أن تصل هذه الرسائل من خبراء أمنيين وقادة عسكريين معروفين بقضايا أمنية معروفة أشكرك جزيلا شكر العميد الركن المتقاعد والخبير الأمني دكتور عياد طوفان